سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نعمل اعادة ضبط مصنع لأي نوع فلاشة بسهولة كنت جاي اوصل الفلاشة بتاعتي فلقيت انها مش ظهرة مع باقي البرتشانات فجيت فتحت الكمبيوتر منجمنت لقيت ان الفلاشة موجودة هي الجهاز اريها عادي بس ملهاش حر فلما جيت ان انا اضيف لها حرف لقيت رسالة الخطة دي فان شاء الله هعمل لها عادة ضبط مصنع باستخدام برنامج HDD Low Level Format وبإذن الله تتحل المشكلة ولو اي حد عنده اي مشكلة تانية الفلاشة بإذن الله تتحل باستخدام البرنامج ده اول حاجة هنحمل البرنامج من خلال الموقع الرسمي وان شاء الله هتلاقوه فيه الوصف اول ما تدخلوا على الموقع هتنزله شوية وهنا بالتحديد هيبقى فيه جزئية التحميل هيبقى عندك خيارين للتحميل الاختيار الاول اللي جنبه كلمة setup ده البرنامج اللي انت بتثبته وما بياخدش معك ثواني وبتثبته على طول لان البرنامج مساحته صغيرة وهنا التحميل التاني ده بيبقى التحميل النسخة المحمولة بيشتغل معك من غير تثبيت تقدر تاخده مثلا على اي جهاز وتشغله مباشرة انا بالنسبة لي حمل اللي هو setup وهتلاقيه على طول بيبدأ انه يتحمل معك ومساحته مش مكملة ميجا ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج هتلاقي البرنامج نزل معك بالشكل ده كده وهتدوس عليه بعدين yes بعدين هيفتح لك setup بالشكل ده كده هتدوس هنا على next بعدين هنا ده المسار اللي هيحفظ فيه البرنامج بعدين next بعدين next بعدين next بعدين install وهتلاقيه على طول تثبت معك هتدوس هنا على finish وهتجيلك الرسالة دي وبيقولك لو انت عايز تستخدم النسخة البرو من البرنامج فانت اقول له continue for free وهيفتح لك وجهة البرنامج بالشكل ده كده تمام هنا هيجيب لك اي وسيلة تخزين انت موصلها عندك في الجهاز سواء كان هارد عادي او هارد خارجي او فلاشة او اي تخزين عموما فانت هنا لازم تاخد بالك وانت بتختار الفلاشة بتاعتك عشان ما تختارش بالغلط الهارد بتاعك ولو انت عايز تعرف اللي انت مختاره ده الهارد ولا الفلاشة فهنا هتلاقي عندك اول حاجة اي تي اي ده بيكون رمز خاص للهارد وبتلاقي هنا طبعا اسم الهارد وحروف البرتشنات بتاعته وهنا اخر حاجة بتلاقي المساحة بتاعته وهنا نفس الكلام في الفلاشة بيبقى اسمها يو اس بي واسمها اهو وهي المساحة بتاعتها اهي فمن خلال الثلاث حاجات اللي انا قلتها دولت انت بالتأكيد هتعرف تفرق ما بين الهارد بتاعك و الفلاشة فانت تختار الفلاشة بعدين هتدوس هنا على continue واتروح هنا على low level format بعدين في الاختيار ده تأكد انك انت مش مفعله اللي هو perform quick wipe علشان بس تسيب البرنامج يعمل قاعدة ضبط مصنع بشكل كامل للفلاشة بعدين هتدوس هنا على format this device بعدين هنا بيقولك ان اي ملفات في الفلاشة هتتحزف بشكل كامل وطبعا لو انت جربت انك انت تعمل استرجاع لاي ملفات للفلاشة فهتلاقي ان هو ما بيرجعش معاك اي ملف بعدين هتدوس هنا على yes وصيبه بقى برحته خالص لحد ما يخلص العملية دي عشان بتاخد وقت شوية واخيرا خلاص خلاص وهنا بيقول لي 100% و complete والشريط هنا بقى لونه اصفر فكده خلاص هو خلص هنقفل البرنامج هنروح دلوقتي نشوف الفلاشة تمام الفلاش هي usb drive هندوس عليها طبعا هتجيلك الرسالة دي وبيقولك انك انت محتاج تعمل format للفلاشة قبل ما تستخدمها فانت اقول له format disk وهنا طبعا انت ممكن تزبط الاعدادات دي بالشكل اللي انت عاوزه ممكن تزبط هنا نظام الملفات ntfs او fat32 يعني على حسب اللي انت عاوزه انا بالنسبة لها سيبها زي ما هي و هنا في volume label لو عايز تسمي الفلاشة بتاعتك اي اسم ممكن تكتبه هنا بعدين تدوس هنا على start هنا طبعا هتجيلك الرسالة دي وبيقولك ان اي ملفات على الفلاشة هتتحزف ويتعمل لها format قول له ok استنى شوية تمام هنا بيقول لي format complete اكتملت اعملية الفرمات ندوس هنا على close تمام هو كده خلاص دخلني على الفلاشة وطبعا الفلاشة فاضية عشان زبطناها عملنا لها اعادة ضبط مصنع وفرمطناها وباقت زي الجديدة وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نعمل اعادة ضبط مصنع لأي نوع فلاشة لو اي حد عند سؤال اكتبه تحت في التعليقات وان شاء الله هرد علي فقرة بوقت السلام عليك